افتتح نادي الرجاء المغربي مشواره في النسخة الحالية من بطولة دور أبطال إفريقيا بأفضل شكل ممكن بعد تحقيق الانتصار الكاسح بخماسية نظيفة أمام نادي فيبرز الأغندية الرجاء المغربي يستعد لمواصلة رحلته في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا إذا يتواجد حاليا في تنزانيا لمواجهة سيمبا بينما بدأ مدرب الفريق التنزانية المناورات بتصريحات الخادعة قبل المباراة انطلقت منافسة دور المجموعات من بطولة دور أبطال إفريقيا والتي تشهد منافسة شريسة بين كبار القارة سمراء بحثا عن اللقب الأغلى على مستوى الأندية الأندية المغربية دائما ما تكون في قائمة المرشحين للتتويج بدور أبطال إفريقيا ويكون الفريق المغربي أحد أقوى الفرق في كل المجموعات خصوصا وأن حامل اللقب هو بطل المغرب نادي الوداد ويسعى نادي الرجاء لاستعادة اللقب الغائب مرة أخرى إذ يدخل الفريق المغربي هذه النسخة من دور أبطال إفريقيا بكل قوة الدليل على ذلك ما قدمه الفريق في مباراته الأولى هذا واكتسح الرجاء المغربي نادي فيبرز الأغندي بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من مجموعات دور أبطال إفريقيا ليعلن عن نفسه ونيته خلال هذه النسخة فطار نجوم الرجاء إلى تنزانيا استعدادا لخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات والتي لن تكون سهلة في مواجهة نادي سيمبا لتعزيز صدارة المجموعات رحلة الرجاء إلى تنزانيا كانت شاقة للغاية إذ توجه الفريق من المغرب إلى العاصمة القطرية الدوحة أولا قبل الوصول إلى تنزانيا على متن رحلة جوية أخرى خضع الرجاء للحصة التدريبية الأولى في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بعد الوصول إلى البلاد التي كانت بعيدة عن أنظار المراسلين الصحفيين والإعلام إذ يعتمد الفريق على السرية وعلى الجانب الآخر فقد بدأ المدير الفني لنادي سيمبا التنزانية منوراته الخادعة بتهديد نادي الرجاء المغربي مؤكدا أن فريقه مستعد لهزيمة أي منافس حتى وإن كان الرجاء وأضاف مدرب سيمبا التنزانية أن فريقه سيستعيد المصابين والغائبين عن الفريق في مواجهة الرجاء لهذا سيكون الفريق أقوى عما كان عليه في المباراة الأولى أمام حرية كوناكري الغينية وأشار إلى أن التعادل في المباراة الأولى أمام كوناكري كانت خارج الديار ووصفها أنها جاءت لسوء الحظ رغم كونها الأفضل لكنهم على استعداد للفوز على ملعبهم ضد الرجاء وأن خطتهم تتضمن الفوز على الجميع في ملعبهم الرجاء المغربي يمتلك لاعبين على قدر عال من الخبرة لجانب مدرب قدير وهو منذر الكبير والذي سيلعب دورا مهما في مواجهة هذه التصريحات الخادعة وحماية تلعبه من التأثر نفسيا بهذا التهديد المباشر من جانب مدرب الفريق التنزانية فيما سيتسلح الرجاء بخماسية الجولة الأولى ليحقق الفوز في هذا اللقاء